قدر تقول كده يا برنسي الحلقة دي تفيع ملخص كل حاجة ما قبل مبارات السوبر ما بين الاهلي وما بين بيرمز يا برنس يعني هتعرف فيها تشكيل النادي الاهلي وتشكيل بيرمز امام النادي الاهلي وتصرحات قرر في المؤتمر الصحفي وبرضو تصرحات باتشيكو في المؤتمر الصحفي وارقامه ليلة ولكن يا برنس ما تنساش اللايك بتاعك المتين يا برنس ويلا بنا بقى نقول لك ونبدأ كده في البداية بتشكيل النادي الاهلي تشكيل النادي الاهلي يا برنس المتوقع بنسبة مليون المية يا برنس ان الشناوي هيكون في عرص المرمى اتنين هيكونوا قلبة فاعي يا برنس عبد المنعم ومتولي يا برنس وهيكون ناحية اليمين هيكون محمد هاني وناحية الشمال طبعا هيكون عالي معلول واما التلاتة اللي هيكونوا في نص ملعب هيكون عندك مراوان عطية وهيكون عندك حمد فتحي وهيكون عندك دولة التلاتة اللي هيكونوا في نص ملعب اما التلاتة اللي هيكونوا الهجوم يا برنس بير سي تاوي هيكون ناح Shootn ويحسن الشحات ناحث الشمال. وفي الهجوم قهربة يا برنس ده التشكيل المتوقع بنسبة مليون المية تشكيل النادي الاهل. اما تشكيل بيرمز يا برنس امام النادي الاهلي هيكون عندك مين بقى احمد الشناوي في حراسل حربه يا برنس. وهيكون عندك هسامة جلال وسامي يا برنس اللي اتنين قلب فاع. وهيكون ناحث المين الشيبي وهيكون ناحث الشمال محمد حمد يا برينز? اما التلاتة بتوع نص ملعب بتوع بيرامدز هيكون عندك وبريدككارتي وهيكون عندك احمد توفيق دولتة اللي هيكونوا في نص ملعب. اما التلاتة اللي يكونوا في الاجوم عندك مصطفى فاتحي نحت اليمين ورمضان صفحي نحت الشمال وفي الاجوم فخر دين بنيوسف يا برينز. ده تشكيل الاهلي وده تشكيل الزماء الزماء الكمين? يا جماعة انه تشكيل دولت اللي قلتلك عليهم دلوقتي يا برينز. اما التصرحات يا برينس كورر جد كاراريرو قالك الاهلي لما بيخش اي بطولة بيبقى لازم ياخدها لان الاهلي متعود على البطولات ايوة عم كاراريرو وقالك كمان ايه برضو يا برينس قالك يعني فيه واحد في المؤتمر الصحفي بيسأل عن موضوع المهاجم وكده قالك انا بدور على مهاجم بالفترة واتفرجت على مهاجمين او فيديوهات لمهاجمين كتير جدا جدا عرضت علي لجنة التخطيط يعني لجنة التخطيط في النادي الاهلي عرضت على كرة مهاجمين قالك انا عدت فرجت عليهم كتير جدا فرجت علي مهاجمين كتير جدا ولكن لغاية دلوقتي ملقيتش المهاجم المناسب للنادي الاهلي طبعا يا عم كاراريرو ماشي اما بالتصريح المهم يا برينس اللي وقفت عنده قليلا هو تصريحه على القهربة قالك يا برينس قهربة احنا لغاية دلوقتي بنحاول نطلعه من قصة الضغوطات ومن قصة المشاكل اللي هو بيمر بيها ديت وقالك انا عندي ثقة في قهربة ان هو قادر ان هو يعد الضغوطات دي بكل بساطة وهو مركز جدا جدا في الملعب الحمد لله عم كاراريرو انك عارف على موضوع قهربة وعارف كرار ان هو يتعامل مع قهربة على موضوع عزمته يا برينس اما الارقام يا برينس جيد لك رقم ارقام باتشيكو امام من اهلي وارقام كرار امام بيرامز يا برينس نبدأ بكاراريرو كاراريرو يا برينس لعب مطشين بس امام بيرامز مطش في الدوري وكسبه 3-0 ومطش في نهاية كاسمس وكسبنا 2-1 يا برينس اما ارقام باتشيكو امام النادي الاهلي كل الناس عارفها اول مباراة لباتشيكو كانت امام النادي الاهلي كانت مباراة نهاية القرن يا برينس بتاع القطية ممكن والاهلي كسب 2-1 اما تاني مباراة لباتشيكو يا برينس كانت نهاية كاسمس وبرده ساعتها الاهلي كسب اتنين واحد دي كل حاجة على مباراة الاهلي برامز يا برانس في نهاية قصف مصري في السوبر المصري ولكن نسيت واقول لك حاجة واقول لك دلوقتي الاهلي يا برانس لعب ستاشم مباراة سوبر مصر يا برانس كسب منهم اتناشر بطولة وكان في اربع مرات كان وصيف السوبر المصري يا برانس دي برضه ارقام الاهلي في السوبر ولكن ما تتدخلش علينا باللايك يا برينس وصلنا غير نعيد الحلقة منسلش اللايك